اكتشف جمال البرازيل من خلال رحلة لا تنسى في أفضل أماكن الجذب السياحي في البرازيل شاهد الفيديو لاستكشاف المناظر الخلابة والثقافة الرائعة وتنوع الطبيعة استمتع بتجربة فريدة تمزج بين المغامرة والجمال اختر البرازيل لتعيش لحظات ترفيه وتفاؤل وتجعلها وجهتك القادمة تتميز البرازيل بمساحات شاسعة من الغابات المطيرة حيث تعج بالنباتات الغريبة والحياة البرية المتنوعة ان وجود هذه الغابات يجعل البرازيل موطنا لتنوع بيولوجي هائل وتعتبر حمايتها ذات اهمية كبيرة للمحافظة على التوازن البيئي تظهر شواطئ البرازيل الممتدة على ساحل المحيط الاطلسي جمالاً فريداً حيث تمتاز برمالها الذهبية والمياه الزرقاء الصافية تمتد سواحل البرازيل الى 7400 كم وتعتبر هذه المناطق المحاذية للمحيط مثالية للاستمتاع بالانشطة الشاطئية والمائية تبدو آثار لاستعمار البرتغالي واضحة في العمارة البرازيلية حيث تظهر الزخرفة الفنية في الكنائس والأديرة تأثيراً تاريخياً هماً من خلال تقديم البرازيل كوجهة سياحية رائعة يظهر هذا الفيديو أهم المعالم والأماكن التي يجب زيارتها في البرازيل يقدم الفيديو استعراضاً شاملاً للمتاحف الفنية والشواطئ الرائعة والمواقع الثقافية التي تجعل البرازيل وجهة استوائية فريدة ومثيرة لكل الزوار ندعو المشاهدين للانضمام إلى تجربة الاكتشاف من خلال الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لتعزيز جاذبية هذه الوجهة السياحية الفريدة يعتبر كارنفال ريو من الفعاليات الرائعة والمذهلة في البرازيل حيث يجتمع فيها اللون والصوت والحركة بروح فنية فريدة لا يمكن تجاهل هذا الحدث الاستثنائي إذ يتميز بعروض متنوعة وملئة بالحيوية وهو أكثر من مجرد حفلة صاخبة في الشارع تم تصميم ملعب السامبا المعروف باسم سامبودروم بواسطة المهندس المعماري البرازيلي الشهير أوسكار نيمير يوفر هذا المكان المخصص مقاعد على مدرجاته الطويلة للمشاهدين حيث يمكنهم مشاهدة عروض راقص السامبا المتنافسين يمتد المدرج لمسافة 700 متر وهو مكان لا يضاه حيث يتألق الراقصون والموسيقيون من مدارس السامبا بأزيائهم الرائعة في عرض مثير ومبهر إذا كنت لا تجد جاذبية في مشاهد الغوغاء فإن كرنفالات مدن أخرى في البرازيل مثل سلفادور وبهايا ويريسيفي تقدم تجارب فريدة وملونة تجمع بين الاحتفالات الأكثر عفوية والروح الاحتفالية برازيليا برازيليا عاصمة البرازيل الحديثة تروي قصة فريدة من نوعها في عالم التخطيط الحضري والهندسة المعمارية انطلقت هذه المدينة الفريدة من البرية وتم اكتمالها في غضون ثلاث سنوات فقط لتحل محل ريو دي جانيرو كمركز إداري للبلاد في عام 1960 وقد جعلت رؤية لوسيو كوستا وأسكار نيماير وضعا للخطة الطموحة من برازيليا لوحة فنية حية تجمع بين تخطيط المدن والهندسة المعمارية تظل برازيليا حتى يومنا هذا واحدة من قلة المدن في العالم التي تمثل مفهوما معماريا وتخطيطا كاملا متميزة بتوازنها بين المناطق السكنية والتجارية والحكومية يشكل القسم الحكومي للمدينة الذي يحتوي على المعالم المعمارية الرئيسية مركزا لجاذبيتها السياحية يحيط كراكادو ستراس كوديرس بالعديد من المعالم الرئيسية مثل القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومبنى المؤتمرات الذي يتناقض بشكل ملحوظ إلى جانب المتحف التاريخي لبرازيليا وبانتيودا لبرددي الذي صممه نيماير بنفسه تبرز كاتدرائية ميتروبوليتانا نوسا سينورا أبريسيدا كواحدة من أبرز أعمال نيماير في المدينة حيث تتسم بأعمدتها الخرسانية المنحنية التي تدعم الصقف الزجاجية ويعتبر بلاسيو دوس أركوز الذي صممه نيماير أيضا من الأعمال البارزة حيث يحاط بحدائق جميلة من تصميم مهندس المناظر الطبيعية روبرتو بورل ماركس وفيما يتعلق بالتذكار يبرز مونيو مينتو جايكي كنصب تذكاري رائع للرئيس بوسيلينو كوبيتشيك مؤسس برازيليا تتألق برازيليا كمدينة للتراث العالمي مستمرة في إلهام العالم بتنابمها الفريد بين الطبيعة والتصميم المعماري وتظل رمزا للابتكار والجرأة في عالم الهندسة المعمارية الحديثة تمثال المسيح الفادي يتوسط تمثال المسيح الفادي سماء ريو دي جانيرو بذراعيه الممدودتين على ارتفاع ثمانية وعشرون مترا هذا التمثال الفني بطرازي أرتا ديكو يحمل اسم كريستو ريدينتر وهو جزء لا يتجزأ من جمال الطبيعة في منتزه تيبوكا الوطني حيث يعتبر هذا الضريح الفني الشامخ واحدا من عجائب العالم الحديث يبلغ ارتفاع المكان الذي يتوسطه التمثال سبعمائة وتسعة أمتار وتمتد السكك الحديدية على مسافة ثلاثة كيلومترات ونصف للوصول إلى القمة حيث يحيط بها ساحة فسيحة سمم التمثال في عام الف وتسعمائة وواحد وثلاثون على يد النحات البولندي الفرنسي بولاندوفيسكي والمهندس البرازيلي هيتور دا سيلفا كوستا باستخدام الخرسانة المسلحة والحجر الأملسي تضم قاعدة التمثال البالغ ارتفاعها ثمانية أمتار كنيسة صغيرة وتشتهر بحفلات الزفاف على الرغم من شهرته الواسعة إلا أنه غالبا ما يطلق عليه اسم مسيح جبال الأنديس بالخطأ إشارة إلى التمثال الأقدم الواقع على حدود الأرجنتيني وتشيلي يقود خط السكك الحديدية المحطة الوسطى إلى مسارات متشعبة في منتزه تيبوك الوطنية وهي غابة ضخمة تحمي الينابيع والشلالات والكثير من الحياة البرية مما يجعلها تجربة سياحية استثنائية وفرصة لاكتشاف جمال الطبيعة البرازيلية مدينة سلفادور تمثل سيدادي ألتا في سلفادور جوهر التراث العالمي حيث تم تصنيفها على قائمة اليونيسكو بفضل جمعها للعديد من المباني التي تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر تعد هذه المجموعة من المباني الأرقى والأجمل من نوعها في أمريكا الجنوبية يعرف الحي القديم الذي يحمل اسم بيلورينيو بأنه واحدا من أجمل المواقع في سلفادور حيث تتواجد فيه أروع الكنائس والأديرة بنية هذا الحي في فترة كانت فيها البرازيل تعتبر مصدرا للثروة البرتغالية وتم صرف ثروات هائلة من ألذهب في بناء المباني الدينية في المدينة تتألق كنيسة سو فرانسيسكو كواحدة من أروع وأفخم الكنائس في المدينة حيث تم بناؤها في بدايات القرن الثامن عشر تتميز الكنيسة بالمنحوتات المعقدة المغطاة بالذهب يمكنك رؤيتها في الجوقة والدير وهي أمثلة رائعة على الهندسة البرتغالية تاريخيا كانت هذه المباني تعود إلى الكنيسة الرهبانية لا يمكن تفويت الواجهة المنحوتة بشكل فني والمغطاة بالتماثيل والزخارف المعقدة يتميز التصميم الداخلي بالزخارف الفاخرة البرتغالية مما يجعل زيارة هذه الكنيسة تجربة فنية لا تنسى شارع أفينيدا نوسا سينورا ديكو باكبنة في وسط مدينة ريو يبرز شارع أفينيدا نوسا سينورا ديكو باكبنة كواحد من أكثر الأماكن أناقة وشهرة يمتد الشارع على طول جانب واحد من الشاطئ والذي يمتد على مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات من الرمال البيضاء والأمواج المتكسرة تفصل المباني وحركة المرور عن الشاطئ ولكن يفصل بشكل فني بممشى واسع مرصوف بالفسيف سائب اللونين الأبيض والأسود في نمط متموج يذكرنا بشوارع لشبونة في البرتغال لا يقتصر الشاطئ على أن يكون مكانا للعرض فقط بل إنه يشكل أيضا ساحة للألعاب المائية المحبوبة حيث يجتمع عشاق الشمس والسباحة والأطفال للذين يشيرون إلى الفرح ببناء القلاع الرملية في أيام التقس الجيد يمكنك التجول في الشوارع المحيطة لاستكشاف المطاعم الراقية والمتاجر الفاخرة والمقاهي الساحرة فضلا عن المباني القديمة الجميلة التي تعود إلى أيام كانت فيها ريو عاصمة البرازيل من بين هذه الأماكن المميزة يتألق قصر كوبا كابانا الشهير والذي يتمتع بحماية كتذكار وطني يمكنك أثناء دخول الردهة أن تتخيل رؤية الملوك وأصنام السينما الذين استمتعوا بإقامة فعالياتهم الراقية في هذا المكان عندما يلتقي نهر إبواسو بالحدود التي تفصل بين البرازيل وبرابوي والأرجنتين يقدم منظرا طبيعيا استثنائيا يشكل النهر نصف دائرة بها 247 شلالا يتدفقون إلى الوادي الضيق مخلفا لوحة رائعة من الجمال الطبيعي ينساب النهر بشكل رائع فوق الشلالات المذهلة حيث يتضاءل عرضه ويتزايد تأثير الماء الجارفي تتميز بعض الشلالات بارتفاع يتجاوز مئة متر وتمتد على مساحة شاسعة تجعل من الصعب رؤيتها كلها في نظرة واحدة يوفر الجانب البرازيلي من إبواسو إطلالة بانورامية مدهشة تشمل الممرات والبرج وجسور تصل إلى جارغانتادو ديابو واحدة من أكبر الجسور يمكنك الانتقال إلى الجانب الأرجنتيني للحصول على تجربة أقرب للشلالات حيث يمكنك استكشاف الممرات الضيقة التي تمتد وسط الشلالات يقدم الجانبان مناظر فريدة ومثيرة مما يجعل الزوار يخططون لزيارة كلا الجوانب للاستمتاع بجمال هذه المعجزة الطبيعية تحضى شلالات إبواسو بحماية فائقة من خلال حديقة إبواسو الوطنية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو هذه الحديقة الوفيرة بالغابات المطيرة شبه الأستوائية تعد بيئة مثالية لأكثر من ألف نوع من الطيور والثدييات مما يجعلها وجهة لا تضاهى لمحب الطبيعة البرية شواطئ إبانيما وراء شواطئ كوبا كابانا تتواصل روعة الرمال البيضاء في شواطئ إبانيما الشهيرة يمتد نفس التصميم الجميل الذي يميز منتزها كوبا كابانا الشاسع حيث تفصل الرمال بين خط الفنادق والمطاعم والمقاهي والمعارض الفنية وصالات السينما مما يجعل هذه المنطقة الاجتماعية تحظى بشعبية كبيرة على مدار العام أما شواطئ ليابلون التي تقع أبعد على طول قناة شورجيم ديعل وتستنزف بحيرة لغورو دريبو دي فريتس تعتبر هذه المنطقة مفضلة للعائلات بفضل وجود عدد كبير من السكان المحليين وقلة السياح يكون يوم الأحد خاصة حيث يزدحم بالنشاطات مثل سوق التحف في براكا دي كوينتل وفيرا دي أرتزاناتو دي إبانيما الذي يمتزج بالموسيقى والفنون والحرف اليدوية والأطعمة الشهية تكون الأمواج في شواطئ إبانيما وليبلون قوية وغير قابلة للتنبؤ لذا يجب على السباحين أن يكونوا حذرين يفضل متابعة الوجهات التي يرتادها السكان المحليون وتجنب السباحة في المناطق التي لا يتواجد فيها الآخرون إذا كنت من عشاق ركوب الأمواج يمكنك التوجه إلى المنطقة الواقعة بين كوبا كابانا وإيبانيما حيث يجتمع رواد ركوب الأمواج غابات الأمازون المطيرة على بعد حوالي عشرون كيلو مترا جنوب شرق منوس تلتقي مياه ريو نيدرو المظلمة بالمياه الموحلة الخفيفة لنهر ريو سوليموز حيث تتدفق جنبا إلى جنب لمسافة ستة كيلو مترات تقريبا قبل أن تمتزج مع نهر الأمازون تأخذك رحلات القوارب من منوس إلى هذه النقطة التي تسمى انكونترو داس أجوز حيث تلتقي بالمياه تأخذك رحلات القوارب الأخرى إلى قلب الغابات المطيرة وشبكة الأنهار والقنوات والبحيرات التي تشكلها الأنهار الثلاثة في نهر ريو نيدرو تشكل جزر أنفل هانز أرخبيلا يضم البحيرات والجداول والغابات المغمورة بالمياه والتي توفر مقطعا عرضيا كاملا للنظام البيئي في منطقة الأمازون يمكنك رؤية قرود الكسلان والببغوات والسلاحف وغيرها من الحيوانات البرية في رحلة بالقارب وعلى مقربة من منوس تضم الحديقة جنواري البيئية التي تبلغ مساحتها 688 هكتارا العديد من النظم البيئية المختلفة التي يمكنك استكشافها بالقوارب على طول الممرات المائية الضيقة البحيرة بأكملها هنا مغطاة بزنابق الماء العملاقة التي لا توجد إلا في منطقة الأمازون أثناء تواجدك في منوس تأكد من رؤية مسرح تيترو أمازوناس الشهير وهو دار الأوبرا الإيطالية المصممة على طراز عصر النهضة والمصممة لوضع منوس على الخريطة باعتبارها المركز الثقافي الكبير في أمريكا الجنوبية قدمنا لكم أبرز أماكن الجذب السياحي في البرازيل من جمال غابة الأمازون إلى روعة شلالات إيبوسو ومغامرات في شوارع ريو دي جانيرو نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه التجربة وبهذا نختم جولتنا الرائعة هنا لكن لا تفوتوا الفيديو القادم الذي يحمل المزيد من المفاجآت والجمال شكرا لمتابعتكم ونتطلع لرؤيتكم في المغامرة القادمة